ما أثر الأوراد الشرعية في حفظ الإنسان وحفظ أهله وأهل بيته من هذه الأمور؟ نعم، من الأدوية النافعة وهي الأوراد والاحتماء من الشيطان بالأوراد الصباحية والمسائية بالأذكار الشرعية من الكتاب والسنة والأدعية الشرعية إن هذا مما يحمي العبد بإذن الله من السحر والسحرة لأنه لجأ إلى الله تحصن بذكر الله فلا يستطيع الشيطان القرب منه ولا أعوان الشيطان يستطيعون القرب منه لأنه دخل في حصن حصين وهو أن الله جل وعلا يذكر من ذكره ويستجيب لمن دعاه وهو قريب مجيب وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فعلى المسلم أن يعلق أمله بالله وأن يلجأ إليه عند الحاجة والضرورة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الله قريب مجيب نعم ترجمة نانسي قنقر